أنهت القافلة العلاجية بقرد قلانة تابعة لمركز إدفو بأسوان أعمالها لليوم الثاني ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة استفاد من القافلة 1338 و30 شخصا من الكشف وصرف العلاج بالمجان والذي يتوفر منذ أكثر من 130 صنفا به كما تم تحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لمدرية الصحة لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرانين المغناطيسي والمقطعية وشاركت في القافلة سمانية تخصصات إضافية لمعمله الدم والطفاليات والأشعة النهاردة معانا تخصصات طبية مختلفة معانا معامل كمية الدم ومعمل الطفيليات معانا الصيدلية المتنقلة بتاعتنا اللي بتحتوي على أكثر من 130 صنف دواء كل الخدمات اللي بنقدمها النهاردة بالمجان الصراحة العلاج بتاع القافلة 100 مية وأنا خفيت عليه وعلاج ببلاش وكل حاجة ببلاش بنيجي نكشف هنا في القافلة الحمد لله الدكاترة كلها ممتازة العلاج اللهم لك الحمد بنخفي عليه بسرعة وجايب نتيجة وفرت علينا كتير وفرت علينا الروح للدكتور وفرت علينا الكشفات غالية والعلاجات غالية فوفرت علينا حاجات كتيرة بصراحة أنا جيت المستشفي هنا عشان نكشف مسالك بولية وفعلا كشفت مسالك بولية ودون العلاج اللازم احنا بنشكر طبعا الرئيس الجمهورية على القافلة دي اللي هي بتاحت لنا كتير حاجات كتير يعني بنكشف في القافلة بناخد علاج بالمجان بنكشف بالمجان بنكشف بالمجان